المعمرة كانت ولا زالت تثير اهتمام البحثين لقيمتها تاريخية الضاربة في القدم والمتفردة في انتاجها الجديد للزيتون او الجيد للزيتون والزيت والعظم لأهمية هذه الشجرة يجري التفكير في الاستثمار بهذه الجهة من خلال السياحة الإيكولوجية زيتونة أصلها ثابت في الأرض وفروعها في السماء الأصل تعمق في غابر الظهر والفرع تعالى بأنفة يقهر سطوة الزمن وآفاته هي زيتونة منطقة شرف من معتمدية الهوارية أقدم العينات في فصيلتها لا تزال إلى اليوم هنا لتصبح مزارا للناس من كل حد وصوب زيتونة منات شهرت بالعظم ممتاحة كبر العنق ممتاحة الحرب العالمية الثانية وقتها جاء انجليز متعدى من هنا جيش انجليز متعدى من هنا قصوا منها شطبة عرفوا اللي هي عندها قيمة في الثمانينات جاء رحالة فريدي توندور يدور من بلاسة البلاسة يتعرف على تاريخ تونس اكتب بعد زيتونة المعمرة بشرف فريق في التحليل المتاع وحسب ما يقول قالها عمرها حوالي 3000 عام زيتونة جالية كانت شاهدا على حقبات تاريخية عرفتها البلاد قدر عمرها ب500 و2000 سنة كانت محطة للرحالة الكاتب الفرنسي فريدي توندور لتهاجر شهرتها خارج حدود الوطن ولتكون المعاهد والخبرات التونسية ايضا في الموعد مسي محمد طهر العيب وسي علي الخرشاني زوز بحاثة في الموضوع ذا انه لاهين بالمعطيات الكل اللي تخول لهم بشي قدر العمر الافتراضي متاحا وتولي عنها وثيقة رسمية في الحكاية ذيها هذه الزيتونة الجالية كما انفردت في عمقها الزمني انفردت ايضا في انتاجها زيتونا وزيتا ولتصبح علاجا لعديد الاسقام هي في الاصل زيتون جالي ولياسر عروف انه عنده قيمة غذائية كبيرة برشا خاصة للقلب